نشط إخبارية مفصلة من الميادين والبداية مع العنوين المقاتلون الكرد يستعيدون السيطرة على خمسة أحياء في عين العرب كوباني وواشنطن تتحدث عن مقتل المئات من داعش في الغارات الجيش السوري يستعيد السيطرة على معظم أنحاء حي جوبر شرق دمشق الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف أحكام الإعدام وطهران ترى أن الحكم على الشيخ النمر سيؤثر في علاقات الرياض مع العالم الإسلامي لقاء كاري ضريف أشتون يحقق بعض التقدم نحو تواصل إلى اتفاق بشأن ملف تهران النووي بحلول الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعتقد أنه قتل عدة مئات من مقاتلي داعش في الضربات الجوية حول عين العرب كوباني من جانبها وحدات حماية الشعب الكردية قالت أنها أعطت الأمريكيين إحداثيات لتحديد أهداف الضربات لوقف تقدم مقاتلي داعش وقد استعادت تلك الوحدات السيطرة على خمسة أحياء شرق المدينة وجنوب شرقها بعد اشتباكات عنيفة مع داعش تقرير رولا بحسون دخلت معركة عين العرب كوباني بين وحدات الشعب الكردي وداعش شهرها الثاني المقاتلون الكرد برغم نقص ذخيرتهم ومن خلال مواجهة شرسة تمكنوا من استعادة السيطرة على خمسة أحياء في عين العرب كوباني شرق وجنوب شرق المدينة هجوم معاكس بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان نفذته وحدات حماية الشعب الكردي انتهى بتمكنها من التقدم والسيطرة على مواقع لتنظيم داعش هذه المواجهات جاءت بعد محاولة جديدة من التنظيم لاستكمال السيطرة على المدينة عبر هجوم من أربعة محاور وذلك في ظل استمرار المعارك العنيفة على محاور المدينة الشرقية معارك أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة عناصر من داعش طائرات أمريكا وحلفائها وبموازات استعادة الكرد السيطرة على مناطق عدة في كوباني كثفت ضرباتها الجوية حيث نفذت 21 غارة على مواقع التنظيم قرب المدينة بحسب ما أعلنته القيادة الأمريكية الوسطى القيادة ذكرت أن الدلائل لا تشير إلى أن الغارات الجوية أدت إلى إبطاء تقدم داعش في المنطقة المحيطة بكوباني العزم التام تسمية أطلقتها وزارة الدفاع الأمريكية على الحملة التي تقودها في العراق وسوريا ضد داعش وذلك بعد أكثر من شهرين على بدء الغارات بحسب ما أفاد به المتحدث باسم قائد الجيوش الأمريكية وعلى واترة معارك عين العرب كوباني يتصاعد التجاذب بين تركيا وإيران لكن العلاقة بينهما تحكمها ضوابط ثنائية إذا لم يخرقها التواسن الإقليمي تقرير قاسم عز الدين استلاء داعش على الموصل أحدث فجوة بين تركيا وإيران لم تشهدها العلاقات الثنائية على الرغم من الخلاف الكبير بشأن الأزمة السورية فتركيا ترى داعش نتيجة لاتهاد الحكم في سوريا والعراق وليس خطرا بحد ذاته بينما ترى تهران ظاهرة داعش كما تراها باقي الأمم خطرا وجوديا يهدد حاضر كل البلدان ومستقبلها بغض النظري عن أي عذر على هذا التباين تراكمت المواقف المتناقضة أثناء تهديد داعش بمذبحة منتظرة في عين العرب كوباني فإيران التي حثت تركيا في محادثات سرية على إنقاذ المدينة كما كشف نائب وزير الخارجية الإيراني سعت إلى مشاركة تركيا في تفويت الفرصة على زيادة الفوضى في المنطقة نتيجة مذبحة بحق السوريين الكرد يمكن أن ترتد كما ارتدت في العراق على خلاف ذلك بدت تركيا تنتظر هذه الفرصة لاتخاذ داعش ذريعة في التحضير للتمدد في الأراضي السورية الدبابات التركية التي تحركت على وقع إجازة البرلمان للتدخل في سوريا وفي العراق تتحين الفرصة لإنشاء منطقة عازلة كقاعدة لإسقاط الحكم في سوريا فتركيا تعتقد أن إزالة الحكم تزيل داعش كما تحاول إقناع واشنطن وحلفائها بذلك غير أن إيران هددت برد فوري حاسم إذا تدخلت تركيا في سوريا فخلال ثلاث سنوات حافظت على علاقات طبيعية بين دولة إقليمية وأخرى يمكنهما في ظروف مؤاتية التعاون لوقف الانهيار والاتفاق على قواسم مشتركة بيد أن مسعى تركيا للتمدد المباشر في سوريا وفي العراق ينذر بخرق التوازنات الإقليمية ولا تعود بمتناول اليد إمكانية حل الأزمات الصعبة في المنطقة عدا عما يحدثه خرق التوازن من استجلاب التدخلات الخارجية وزيادة الفوضى الضوابط بين البلدين تعرضت لهزة ساخنة لكن زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى طهران يمكن أن تعيدها سيرتها الأولى أما إذا وضعت تركيا تهديدها بالتدخل موضع التنفيذ ربما تتأجل الزيارة أو تتدهور العلاقات أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وصف تحرك الولايات المتحدة وحلفائها بالاستعرضي وغير المفيد مؤكدا التزام إيران بدعم الحكومتين السورية والعراقية في مواجهة الإرهاب شمخاني وخلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح قال إن إيران تدعم المقامة والشعب الفلسطينيين بنحو قاطع وهي مستمرة في إرسال المساعدات الغذائية والدوائية بدوره قال شلح أن فصائل المقامة الفلسطينية باتت أكثر جوزية لمواجهة أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني قالت صحيفة واشنطن بوست إن خلافات استراتيجية تعصف بالتحالف الأمريكي ضد داعش ما يهدد بتقويد وحدة هذا التحالف الصحيفة أدرجت تباين المواقف من النظام السوري والمطالبة بإنشاء منطقة حضر جوي فوق سوريا ضمن هذه الخلافات كذلك قالت الصحيفة إن على واشنطن الإقرار بأن الحرب ضد داعش ستفشل ولسيما أن داعش لم يتعرض لأي انتكاسة من جراء ضربات الاحتحالف وبحسب الصحيفة فإن رئيس الأمريكي أفرط إما في التفاؤل أو في خداع الذات حين تصور أن الانتصار قد يأتي بالعمل العسكري وحده وجهود محاربة داعش بحثها مناسق التحالف الأمريكي الجنرال المتقاعد جون ألن ألن أكد أن نقاشات واشنطن جارية مع السلطات التركية لكسر الهوة مع أهداف الائتلاف وأشدد على تطابق أهداف واشنطن وتركيا حول الهدف النهائي بإقصاء رئيس السوري بشار الأسد نحن نركز فعليا حول كوباني من خلال الغارات الجوية وتأمين المساعدات الإنسانية ونحاول أن نعطي الوقت للمقاتلين لتنظيم صفوفهم على الأرض ولكن في الأنبار نأمل وقف خططهم وتكتيكهم وفي شرق العاصمة السورية استعاد الجيش السوري القسم الأكبر من حي جوبر في تطور عده قادة ميدانيون عملية تحول عسكري في محيط دمشق وحدات الجيش تواصل التقدم عبر محاور ثلاثة لعزل جوبر عن محيط المتصل ببلدتي زملكة وعينترما وتضيق خطوط التماس مع المسلحين داخلها تقرير ديما نصيف تستمر العملية العسكرية في حي جوبر مع استمرار محاولات المسلحين لإحداث خرق وعمليات تسللا باتجاه مشارف العاصمة دمشق كما كان في هذه المنطقة قبل يومين عندما حاولت مجموعة مسلحة الوصول إلى هذه المباني من أجل تهديد قوات الجيش التي تقع في منطقة متقدمة من هنا تم إجبار من نجى من المسلحين على التراجع إلى داخل جوبر ورغم أن في داخل الحي تقاتل أكبر الفصائل المسلحة كأجناد الشام وألوية الحبيب المصطفى والنصرى وجيش الإسلام لكنها لم تتمكن يوما من الوصول إلى حدود هذه المنطقة قرر الجيش العربي السوري أن يحسم هذه المعركة وبسرعة حيث تقدم على عدة محاور وكنا تقريبا شبه مطوقة جوبر عندما أحس الإرهابيون أن لا منفذ لهم من الصمود في جوبر قاموا بمحاولات أيسي كما لاحظنا اليوم حيث قاموا بمحاولة التسلل عبر الأنفاق وقنوات الصرف الصحي لوصول إلى مؤخرة القوات احتفظ المسلحون في حي جوبر بتحصينات كبيرة وواسعة من خلال شبكة أنفاق حفرت تحت الحي بأكمله ما حول المعركة في جوبر إلى معركة تحت الأرض وأخرى فوق الأرض كما استخدموا كل التكتيكات العسكرية التي تستخدم في حرب العصابات من خلال عمليات القنص عبر الأبراج العالية وأيضا الأنفاق والكمائن التي كانت تنجز ضد الجيش السوري من خلالها وعمليات الاقتحام والعمليات الانتحارية أيضا الجيش بالمقابل قد طور من كمائنه ضد المسلحين في هذا الحي كنا نقاتل الأعداء في السماء على الأرض لكن الشيء الذي كان جديد في جوبر أن شبكة أنفاق متفرعة لمناطق مختلفة وهذه تحتياج إلى تجهيزات وإلى نوع من القتال نوع قتال خاص شكل حي جوبر مصدر تهديد للعاصمة دماشق بسبب مدفعية هاون المسلحين وقاعدة خلفية لهم ومركز تجمع لأنه الحي الأقرب إلى أحياء العاصمة وهي جبهات كانت شبه ساكنة منذ بدء الحرب في سوريا يدخلها الجيش السوري للمرة الأولى ما يعني انقلابا جذريا في خارطة المعارك العسكرية التي بدأ الجيش السوري يقلبها لصالحه هذه المرة من مشارف حي جوبر شمال شرق دماشق ديماناصيف الميادين بعد أقل من شهر من تعرضه لعملية تفجير إرهابية استهدفت مدرسة أصيب عدد من المدنيين بسقوط ثلاثة صواريخ أطلقتها المجموعات المسلحة على حي عكرمة واستهدفت الصواريخ عددا من المباني السكنية في تقاطع حي الخضر مراسل الميدينة نقل عن مصادر عسكرية أن الصواريخ أطلقت من قبل المجموعات المسلحة في ريف مدينة حمصة الشمالي في لبنان نفت مصادر ميدانية نفيا قاطعا ما تنقلته وسائل الأعلام عن سقوط موقع راس الحرف في جرود بريتال شرق لبنان على الحدود مع سوريا بيد جبهة النصرة وأكدت المصادر أن مجموعة مسلحة وقعت في كمين الناري لمقاتلي حزب الله قبل الوصول إلى الموقع على بعد 1200 متر ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح في صفوف المسلحين كما لفتت المصادر إلى أن حزب الله في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم غادر عدد من اليهود الفرنسيين فرنسا للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا وذلك بحسب مسؤول فرنسي هذا الكشف يأتي بعد تقرير تناول قصة فتاة يهودية بين نحو 100 فتاة وامرأة غادرنا فرنسا للانضمام إلى المقاتلين الجهاديين في سوريا في الأشهر الأخيرة الظاهرة تسلط الضوء مجددا على النساء الأوروبيات اللواتي يقاتلنا في صفوف التنظيم تقرير أحمد عبدالله أهلا بكم تعترف وزارة الداخلية الفرنسية بأن عدد المتطرفين الفرنسيين الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق زاد بنسبة 74% هذا العام ووصل إلى نحو ألف شخص لكن اللافت هذه الأيام ما كشفه مسؤول فرنسي بأن عددا من اليهود الفرنسيين غادروا فرنسا للانضمام إلى داعش مع إمكان أن يكون بعضهم قد اعتنق الإسلام الحديث عن انضمام فرنسيين يهود إلى تنظيم داعش أتى عقب تقرير بثته القناة الثانية الإسرائيلية يظهر أن فتاة يهودية تركت فرنسا في الأشهر الأخيرة للقتال في سوريا إلى جانب هذه الفتاة اليهودية ركز تقرير آخر على النساء والفتيات الفرنسيات المفقودات ومن بينهم فتتان هما سهرة ونورة سافرتا إلى سوريا في الأيام الماضية لم تستقل أي منهما طائرة من قبل مع ذلك جرت تغطيط للرحلتين بالدقة وحنكة وخبرة لجهة التضليل سهرة ونورة والفتاة اليهودية هن من بين مئة فتاة وشابة من فرنسا انضممنا إلى الجهاديين في سوريا وهن يأتينا من خلفيات اجتماعية مختلفة وزارة الداخلية تحاول تحديد موقع الفتيات وأسرهن بما في ذلك عائلة الفتاة اليهودية بحسب مسؤول أمني قال إن فرنسا تدرس اتخاذ خطوات لمحاربة ظاهرة مغادرة مواطنين إلى سوريا من ضمنها إلغاء جنسيتهم فرنسا اليوم هي أحدى الدول الأوروبية التي تصدر الفتيات للقتال في سوريا والأخطر أن تطوير شبكات التجنيد يجري فيها بنحو خاص فيما يجري العمل على مشروع قانون سيعاملهن على أنهن إرهابيات معرضات للاعتقال عند عودتهن في العراق أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي أن العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل وجرى دحر تنظيم داعش بعيدا عن حدودها العبادي قال إن القوات المسلحة حققت انتصارات مهمة بعدما حررت عددا من المناطق ولسيما في ديالة التي باتت تحت سيطرة القوات الأمنية وأكد حدوث تطورات في محافظة صلاح الدين لمصلحة القوات الأمنية ومع أعلان القطوات الأولى لإنشاء قوات الحرس الوطني كقوات تقاتل الإرهاب في المناطق التي يسيطر عليها داعش تبدل أوساط السياسية والدينية تباينا واضحا إذا التعامل مع هذا التشكيل المسلح تقرير عبدالله بدران قوات عسكرية من أبناء المحافظات التي يقاتل داعش للسيطرة عليها باسم الحرس الوطني تشكيل المسلح لم يحظم الضرحت فكرة تأسيسه بإجماع وموافقة من القوى الرئيسية العاملة في العراق مهمة التشكيل قتال داعش وتحرير المدن منه على يد أبنائها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والذي كان تشكيل الحرس ضمن اتفاقات تشكيل حكومته ينتظر مشروع القانوني لإقراره لأنه بخلاف القانون سيقع في مطب تشكيل جهاز أمني خارج الأطر القانونية تسريبات عن مسودة القانون تشيب منع دمج الميليشيات والتشكيلات العسكرية من غير القوات الرسمية في قوات الحرس الوطني والأولوية في هذا التشكيل ستكون لمنتسب الجيش العراقي السابق من الضباط والمراتب المسألة الصعبة إذا أبقى تبيد المحافظة ومجلس المحافظة فسوف لن يكون للجال الصحوة أو الرجال اللي قاتلون داعش أي نصيب الحرس الوطني الرافضون لتشكيل الحرس الوطني يجدون أن الأولويات تفرض دعم وتجهيز الأجهزة الأمنية كشرطة المحلية وغيرها والتي هي أصلا مكونة من أبناء المحافظات التي يسيطر عليها داعش في الموصل أكثر من 30 ألف شرطي موجود في الرمادي بعد 32 ألف شرطي فلماذا لا يطلب إعادة تأهيل هؤلاء الشرطة وتحويلها إلى أفواج طوارئ وأفواج قوات ضاربة في المحافظات المعنية ولتقوم بالأمن الداخلي وهي مسؤولية الشرطة في الأمن الداخلي ويمنع قانون الحرس الوطني بحسب مسودته دخول أي قوات اتحادية من المركز إلى أي محافظة إلا بموافقة السلطات المحلية المسؤولة داخل المحافظة وبناء على طلبها سبق للتحالف الكردستاني أن رفض رفضا قاطعا إنشاء الحرس الوطني في كاركوك والمناطق المتنازع عليها نقطة خلاف الرئيسية قد تثير أزمة جديدة بين بغداد وأربيل في خضم المعركة مع داعش والسؤال الأبرز يتمحور حول ضمانات عدم تحول قوة الحرس الوطني عند تشكيلها إلى أداة صراع بين المحافظات عبدالله بدران بغداد الميادين اتفاقت الصين والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون المشترك للتصدي للتطرف والإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا الاتفاق جاء خلال محادثات رئيس وزراء الصين مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي على همش قمة أسيا أوروبا في مدينة ميلانو الإيطالية بيان للاتحاد الأوروبي قال إنه تم الاتفاق أيضا على أهمية إعادة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا أعلن حزب الشعب الديمقراطي الكردي في تركيا أنه سيجري مشاورات مع حزب العمال الكردستاني حول متابعة عملية السلام التي بدأت مع الحكومة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أجلان كان قد أمهل السلطات التركية حتى الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر لإظهار تصميمها على مواصلة هذه المحادثات وكان طيران التركي قد شن أمن صغارات على مواقع الحزب العمال في جبال قنديل أكدت الأمم المتحدة تمسكها بضرورة وقف أحكام الأعدام والتزام الدقة في أصول المحاكمات الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال في رد على سؤال الميدين بشأن حكم الأعدام في حق المعارض السعودية الشيخ نمر النمر قال إن موقف الأمم المتحدة معارض لعقوبة الأعدام كذلك سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف مماثلة في قرارات صدرت قبل عدة أعوام تتعلق بالحاجة إلى إلغاء عقوبة الأعدام تدريجيا من جهته قال معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية حسين أمير عبداللهيان إن صدور حكم الأعدام على الشيخ النمر سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الإسلامي مع السعودية وأضاف اللهيان إن الوجود العسكرية السعودي في البحرين هو السبب في استمرار انتهاك حقوق الإنسان والقمع والقتل الحكم على الشيخ نمر النمر يعيد الحراكة المعارضة في المملكة إلى الواجهة كيف بدأ هذا الحراك وما هي أبرز مطالبه في التقرير التالي لملك خالد لم تغب عن شوارع السعودية موجة التظاهرات التي اشتاحت العالم العربي مطلع الألفين وأحد عشر إذ شهدت المنطقة الشرقية وتحديدا محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية تظاهرات سلمية طالبت بإصلاحات في النظام السياسي تلغي التمييز بين المواطنين السعوديين وبإطلاق من يعرفون بسجناء المنسيين وهم تسعة سجناء مضى على سجنهم ستة عشر عاما أنذاك الحراك الذي بدأ سلميا تحول إلى اشتباكات ومواجهات بعد لجوء السلطات السعودية إلى القوة في تعاملها مع المطالب وتفريق التظاهرات بالعنف وفق تقارير دولية استخدام الرصاص وقنابل الغاز إضافة إلى حملات الاعتقالات التي طالت عددا من المشاركين في التظاهرات فقمت الغضب الشعبي غضب بلغ ذروته في أكتوبر 21 من ذلك العام في منطقة عوامية تحديدا يومها اندلعت اشتباكات مع قوات الأمن قتلت وجرحت كثر الداخلية السعودية أصدرت بيانا اتهمت فيه المحتاجين بالتباعية لدول خارجية غير أن المتظاهرين تمسكوا أكثر بمطالبهم التي يلخصها مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان المعارض في السعودية بالإصلاح الديمقراطي للنظام السياسي السائد في المملكة مشاركة الشعب السعودي في إدارة البلاد وتحسين وضمان حقوق المرأة وحقوق الأقليات بيد أن محاولات الاحتواء السياسي لهذه الأحداث والتوصل إلى اتفاق مع السلطات السعودية لم تنجح بل اتسعت الهوة بين أهالي القطيف والسلطات مع اتقال الشيخ نمر النمر صيف العام 2012 ليصدر أخيرا الحكم عليه حكم قد يدخل المملكة في مرحلة جديدة من العمل السياسي تشهد فيينا اللوم الثاني من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ونقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن المحادثات تواصل تحقيق بعض التقدم لكن ما زال هناك كثير من العمل ينبغي إنجازه المسؤول الأمريكي أشار إلى أن مباحثات وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ضريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون لم تتناول تمديد المحادثات التي تزال تركز على التوصل إلى اتفاق بحلول الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي باراك أوباما بانتهاج سلوك معادن لروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة بولوتيكا الصربية وبثها لكريملان قال بوتين إن هذا السلوك تجسد في خطاب أوباما الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقلل من محاولات الغرب عزل روسيا عبر العقوبات وحذر من أن الإجراءات الأحادية الجانب غير الشرعية ضد روسيا لا تساعد على التوصل إلى التسوية بل تزيدها تعقيدا رد شبان فلسطينيون على اقتحام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى ونشبت مواجهات في المدينة القديمة في القدس مع الشرطة الإسرائيلية المئات من فلسطينيين 48 لبوا دعوة لجنة المتابعة العليا للتوجه إلى الأقصى في يوم النفير للدفاع عن الأرض والمسجد المبارك الشوارع المحيطة بالأقصى شهدت انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال التي أغلقت الحرم القدسي ومنعت الفلسطينية من دخوله لأسباب وصفتها صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مصادر أمنية بالعملانية بالتوازي اقتحمت جماعات المستوطنين باحات الأقصى من جهة باب الأصباط ليتصدى لها الفلسطينيون محاولين منعهم قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال في واجه المتظاهرين وقامت باعتقال عدد منهم كما جرح ثلاثة من الشرطة جراء تعرضهم للرشق بالحجارة رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمض الله دعا العالمين العربية والإسلامي إلى حماية الأقصى من اعتداءة المستوطنين نناشد كافة المؤسسات الدولية الواقع الاستحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الدول الإسلامية الدول العربية وصديقة كما تعلمي الأقصى هو أرض إسلامية ليس فقط هي أرض فلسطينية صح أنه موجود فلسطين ولكن هو من مسؤولية جميع المسلمين والعرب في جميع أنحاء العالم نناشد الجميع لوقت هذه الانتهاكات الصارحة لما يحدث في الكدس نفى المتحدث باسم رئاسة المصرية ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن قصف طائرات حربية مصرية مواقع لميليشيات إسلامية في مدينة بنغازي شرق ليبيا وكانت وكالة الأستوشيدد بريس قد نقلت عمن وصفتهم بمسؤولين مصريين أن طائرات حربية مصرية قصفت مواقع لميليشيات إسلامية في مدينة بنغازي وبحسب الوكالة فإن استخدم الطائرات الحربية هو جزء من عملية تقودها مصر ضد الميليشيات المسلحة في ليبيا التي تتضمن أيضا دعم القوات البارية الليبية وفي ليبيا أعلن الجيش دعمه العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات اللواء خليفة حفتر في مدينة بنغازي لمواجهة الميليشيات الإسلامية بحسب المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش وكان اللواء حفتر قد أعلن أن القوات الموالية له باتت جاهزة لتحرير بنغازي ممن وصفهم بالإرهابيين وكان 12 شخصا قد قتلوا في مواجهة بين الجيش والقوات الموالية لحفتر وميليشيات إسلامية في بنغازي انتهت بسيطرة الجيش على مقر كتيبة 17 من فبراير الإسلامية أكد مصدر محلي للميادين سقوط منطقة العدين ونقاط أمنية في إبوسط اليمن بيد مسلحي القاعدة الذين نهبوا بنك التسليف ومحل الصرافة وأحرقهما وفي محافظة شبوى شرقية البلاد قتل أربعة أشخاص من تنظيم القاعدة بينهم قيادي في غارة أمريكية بطائرة بلا طيار وبحسب تأكدات مصادر محلية للميادين فإن الطائرة قصفت سيارة تقل عناصر من تنظيم القاعدة فقتل ركابها الأربعة وبينهم أمير جول الريدة أبو حسين بدس وفي محافظة تعز عقد اجتماع مشترك ضم اللجنة الأمنية وعددا من ممثلي أنصار الله وجرى الاتفاق على تجنيب المحافظة أي صراعات وأعمال عنف وفوضى والعمل بشكل جاد ومسؤول على تثبيت الأمن والاستقرار وترسيخ ثقافة التعايش والسلام مدير أمن تعز العميد ركن مطهر الشعيبي أوضح أن لقاء ناقش تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بضبط العناصر المتهمة بالاغتيالات التي تعرض لها بعض أنصار الله في المحافظة خلال الفترة الماضية والعمل على ضبط المطلوبين أمنيا أيا كانوا ومنع أي مظاهر مسلحة والتجول بالسلاح أحيى التونس الذكرى الحادية والخمسين لعيد الجلاء في مقبرة الشهداء ببنزرت الاحتفال حضره الرؤساء الثلاثة المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر ومهدي جمعة وكانت معركة الجلاء قد انطلقت يوم الثامن من فبراير عام ثمانية وخمسين بعد العدوال الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية مع الجزائر والتي استهدفت عددا من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين يواصل ثلاثة عشر شابا من الاتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام منذ التاسع والعشرين من أيلول سبتمبر الفائت النشطاء السياسيون كانوا من المعارضين لنظام بن علي وشاركوا في الثورة التونسية واليوم يطالبون بحريتهم واستعادة حقوقهم بعد ثورة الرابع عشر من يناير بسنط الراف والتفاصيل لم يسجنهم النظام فحبسوا أنفسهم في غرفة لا تختلف عن السجن ثورهم قبل الثورة وبعدها نضالات كثيرة قاموا بها هكذا يقولون لإسقاط نظام جائر أو للمطالبة بالشغل والحق والعيش بكرامة أثمان مواقفهم تطفع من أجسادهم تعذيب للرجال واغتصاب للنساء كانت فم إيهانة كبيرة للمرأة خاطر وقت لبوليس يحاول أنه يقتصبك وانتي مكبل يدين وسقائك ويحاول أنه نحيلك حواجك معنا مؤسفة جدا لكن ما تزيدنا كان صموت اليوم ما زال فيه شباب يموت تحت التعذيب وعننا حالة شهيرة ياسر في تونس محمد علي السويسي اللي مات منذ أسبوعين تحت التعذيب ثلاثة عشر شابا تأخذهم مشاعرهم الفياضة إلى سماء الإبداع والنجاح وتتحطم طموحاتهم على صخور القمع والقهر والحرمان مطالبي هي إنصافنا وأعطينا حقوقنا في أنه معناها يلزم محاسبة الجلاد اللي أقمعنا في عهد نظام بن علي وحتى بعد نظام بن علي أصحاب شهادات معطنين العمل طالت فترة بطالتهم المجموعة دي فهم من شكون عنده أربعة عشرة سنة بطالة الشباب هذية اليوم معناها وقت اللي كان عنده تطلعات بالثورة وأهداف الثورة لإنجازها اللي أنه تصدم بنظام جديد الداخلية، التعذيب، القمع، المحسوبية السياسية عبارات تتردد بقهر على ألسنة هؤلاء المضربين هو مكان رهيب يعني حين سميت وزارة الداخلية وزارة إرهابي هو مكان يدفعوا المواطن توسي أني خاف منه بناية وزارة الداخلية ليش مقر إيداني؟ هو مقر الغول الثورة يجمع التونسيون أنها قامت لتحقيق مطلب الكرامة غير أن هؤلاء المضربين يقولون إن المنظومة القمعية لوزارة الداخلية متواصلة إن لم تكن في خدمة حاكم فبدعوا حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب شباب ثورة هم من قبل الثورة اختاروا الجوع من أجل الحياة والكرامة يقولون إن ثورتهم اليوم ضد رجالات الظل للنظام ما زال قائما وضد كل من حول الثورة من مدارها الاقتصادي والاجتماعي إلى ما هو السياسي بسانترا في مقر الاتحاد العام لطلبة تونس في العاصمة التونسية الميادين حمل القيادي في الجبهة الشعبية حمل همامي هيئة الانتخابات مسؤولية تجاوزات بعض الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية التي يعدها شكلا من أشكال تزوير الانتخابات ودعا الهمامي رئيس هيئة العليا لمراقبة الانتخابات شفيق صرصار إلى مراقبة الأحزاب الأخرى بالقدر نفسها الذي يراقب به الجبهة الشعبية بمناسبة عيد الجلاء التونسي احتضنت مدينة بنزرت نشاطات حزبية كان أكبرها اجتماعين حزبيين كبيرين لحزب حركة النغضة ونداء تونس بحضور رئيسيهما راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي تقرير مراد الدالنسي هنا دفن رجال من تونس قضوا في سبيل خروج آخر جندي فرنسي من تراب الخضراء ومن مدينة بنزرت تحديدا في هذا اليوم من سنة 1963 تحتفل بهم مدينة بنزرت هذه الأيام السيدة آسيا عايشت تلك الأيام العصيبة عندما دارت حرب ضروس بين جيش تونسي فتي وقوة عسكرية فرنسية عتيدة وكل شوارع مدينة بنزرت تشهد على المعركة كان المعركة حاسمة معناها الند للند في هذكا وقع اثبات معناها الكيين الدولة التونسية تتذكر السيدة آسيا هذا المبنى جيدا وقد كان مقرا للقوات الجوية الفرنسية وهنا تصر على استذكار دور المرأة في هذه الحرب هو يوم مهم في تاريخ تونس وبنزرت خصوصا لذلك اخترته أحزاب عدة لتنظيم تظاهرات واجتماعات شعبية برا وبحرا كانت الحمالات الانتخابية في بنزرت حزب التحالف الديمقراطي نظم جولة بحرية للتعريف بقائمته الحزبية بينما اختار حزب المؤتمر نصب خيمة أمام مقره الاجتماعات الكبيرة كانت من نصيب النهضة والنداء راشد الغنوشي كان حاضرا في اجتماع بنزرت وسط حضور كبير حاثا سكان المحافظة على اختيار حركة النهضة وغير بعيدا عن ذلك المكان غصت احدى القاعات الكبيرة بمناصري نداء تونس لاستقبال زعيم الحزب الباجي قائد السبسي الذي قال ان انقاذ تونس يمر عبر انتخاب قائمة النداء اجتماعان مهما احتضنتهما بنزرت اضافة الى انشطة انتخابية اخرى دلائل تشير الى دخول الحملة الانتخابية مرحلة حاسمة مراد الدلنس من مدينة بنزرت الميادين اعتقلت قوات الامن التونسية عنصرين مصنفين خطرين ومطلوبين لدى الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب خلال مدهمة منزل في منطقة قربص من محافظة نابل كما اعتقل مصنف خطر ثالث بمدينة جمال من محافظة المنستير صدرت في حقه سبعة مذاكرات تفتيش كان يختبئ في منزل باحدى غابات المنطقة كما اعتقلت فرقة مختصة تابعة لشرطة النجدة في القيروان بناء على معلومات استخباراتية شخصا من ولاية سوسة مصنف خطير يشتبه في انتمائه لخلية ارهابية وصادر في حقه برقية تفتيش من طرف فرقة مكافحة الارهاب والان جولة على ابرز عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم ومن جديد مع زميلتي غدي غنتو صباح الخير من جديد غدي صباح الخير وفا شكرا مجددا مشاهدين صباح الخير ملفات عدة تناقشها الصحف العربية الصادرة اليوم ونبدأ جولتنا على العنوين مع ابرز مجاة في صحيفة البناء اللبنانية طهران الموقف من الاسد قلب الصراع في الشرق الاوسط ابو طائي يستخدم اهالي المخطفين للتصعيد وتوقع مفاجأة ايران تبدأ الهجوم على تركيا والسعودية على خلفية التفاهم مع واشنطن موسكو وواشنطن نحو تعاون استخباري لمواجهة داعش ومدفيداف امريكا لا تصر على رحيل الاسد وتحاول اقامة اتصالات مع القيادة السورية تونس تفكك ثلاثة اجنحة ارهابية في البلاد وتلقي القبضة على مطلوبين خطرين الى صحيفة الشرق الاوسط السعودية وابرز ما جاء فيها داعش يحاصر بلدة استراتيجية غرب بغداد التحالف الدولي يضربه بعملية الارادة المتأصلة تشكيل قوة بحرية خليجية مشتركة لمواجهة التهديدات الخارجية مصادر كويتية مطلعة تأتي استكمالا لدرع الجزيرة بمسمى مجموعة الامن البحري واحد وثمانين الدائر للصحيفة ليبيا اصبحت ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية قوات حفتر تهاجم بنغازي ومصر تنفي قصف المتشددين وكيري يبلور مبادرة جديدة لانقاذ المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية مناقشة حدود السبعة والستين مقابل وقف مشروع الدولة في مجلس الامن الى صحيفة الاتحاد الاماراتية وابرز ما جاء فيها التعاون الخالجي السياسة الايرانية تزعزع امن المنطقة الحثيون يسحفون الى جنوب اليمن ويخضون معارك طاحنة مع القاعدة حملة العزم التام اوقفت تقدم داعش في سوريا والعراق الى صحيفة العرب اليوم الاردنية ونقرأ فيها كلالدا المشاركة الاردنية في الحرب البرية على داعش واردة العاهل السعودي يطلب من الامير تميم افعالا لاتمام المصالحة وموقف تركيا من داعش مشبوه عباس في غزة قريبا وبانكيمون في انفاقها الى صحيفة الوطن العمانية الاحتلال يصيب عشرات الفلسطينيين لتصديهم لقطعان مستوطنيه في الاقصى تحت مظلة القصف الامريكي داعش تتقدم في الانبار وعين العرب وفي ليبيا قوات حفتر تشن هجوما واسعا لاستعادة بنغازي الى صحيفة الاخبار المصرية الرئاسة تنفي الشائعات طائراتنا لم تقصف اهدافا في ليبيا وزير الخارجية السوداني حلايب لن تكون سببا للصراع مع مصر واخيرا الى صحيفة الشروق التونسية ونقرأ فيها داعش تخطط لاقامة امارة في جنوب تونس وكوات حفتر تسيطر على بنغازي في ليبيا مع استمرار اضراب شركات النظافة عن العمل في مستشفيات قطاع غزة تتزايد المخاوف من ترد الاوضاع الصحية وتبرز معها المطالب لحكومة التوافق باهمية تسوية اوضاع الشركات لاعادتها الى العمل هكذا يبدو فناء مستشفى الشفاء اكبر مستشفيات القطاع خاليا من عمال النظافة بعد ان اعلنت شركات النظافة المتعاقدة مع الوزارة اضرابا عن العمل نظرا لعدم تزديد الحكومة مستحقاتها المالية منذ عدة اشهر مداخل المستشفى ليست افضل حالا من الاروقة الداخلية نظافة غائبة واوبيات قد تفتك بالمرضى الذين هربوا على ما يبدو من الموت الى الخوف المرضى الكلا بنشوف حاجة فضيعة في القسم يعني ازبالة بعد عناك وقرف طب احنا اللي زينا مرضى ييجي من برة عيان ييجي يلاقي منظر زي هيك مقرف طب ليش هم ما يعطوهم مصاريهم ليش هم ما يحاولوا يعني هم ما بيشتغلوا ببلاش ايش دخلهم هم هدول العمال اللي زي هيك ايش دخلهم لا في السياسة ولا انه دخل في الحاجة هذه احنا مرضى بدنا نحافظوا على القسم عندنا هنا وعلى المستشفى ستكون هناك مكرهة صحية في مستشفى قطاع غزة لا تستطيع الطواقم الطبية اجراء العمليات الجراحية المجدولة لكثير من المرضى وبالتالي نحن امام خطر حقيقي يتهدد مرضى قطاع غزة ويضاف الى الازمات المركبة في وزارة الصحة وبالتالي نطالب الحكومة الفلسطينية باعتبارها حكومة الكل فلسطيني بالقيام بمسؤولياتها تجاه مرضى قطاع غزة ودفع مستحقات المالية لهذه الشركات اكثر من 15 شركة متعاهدة بنظافة المؤسسات الصحية في غزة علقت عملها بشكل مؤقت بعد عزدها عن دفع رواتب اكثر من 5000 عامل انضموا الان لقوافل البطالة وما زالوا حتى اللحظة في انتظار حلول جدية الان اربع شهور نشتغل بدون رواتب لا احنا ولا عمال ولا نجيب مواد من قبض العمال فوصلنا لمرحلة انه احنا غير قدرين على اعطاء العمال لحقوقهم فنتمنى انه مع حكومة الوفاق ربنا يزيلها من شدة اضراب شركات النظافة يعد الاوسع منذ سبع سنوات والى ان ينتهي فلن يدفع الثمن على ما يبدو سوى المرضى والعمال الذين يتساون في المعاناة وان اختلفت استمرار اضراب شركات النظافة عن العمل في مستشفيات غزة قد يدفع بالقطاع الصحي الى مزيد من التدهور امر دفع كثيرون للمطالبة بتحييده عن كل الخلافات احمد غانم غزة الميادين والان الى فقرتنا الاخيرة صور بين الماضي والحاضر اشتركوا في القناة